هي تسريبات هل هي اليوم نقاشات مؤكدة لأنه كل ما يخرج خبر تأكيد حضور فنان في مهرجين كارتاج الظرفية العالمية واليوم الأحداث اللي قاعدة تصير والاعتداد اللي قاعدة تصير في غزة والتضامن التام ولمشروط بتاع تونس مع أهلينة في غزة فرض روحه في عدد من التظاهرات الثقافية من بين الأسماء المقترحة اللي قاعدنا نسمعوا فيها مجد الرومي لطفي بوشنيق من الأسماء التونسية اللي معناها قد يكون في الافتتاح سمعنا فنانين أيضا كما أصالى ثامر حسني بعض الأسماء الأخرى شنه هي اليوم المؤكد واللي قاعد في إطار التسريبات والغير مؤكد واللي ما زال في إطار المشاورات فيس هو الرسمي على الأقل على المستوى الرسمي صار اجتماع في وزارة الثقافة جمع الهيئة المديرة لمهرجان قرطاج الدولي مع المكلف بتسير وزارة الشؤون الثقافية وتم خلال الاجتماع عرض المشروع الفني للبرمجة للإدارة بطبيعة الحالة على الوزارة الوزارة ممثلة في المؤسسة الوطنية لتنمية التظاهرات الثقافية والفنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية بطبيعة الحال هذه المؤسسة هي راجعة لها بالنظر التمويل خلينا نقوله الأسماء المطروحة هي التسريبات وعلى أقل هناك اتفاقات مدئية بعض الأسماء لم يتم بعد مضاء العقد معها وهذا جاري به العمل لنعرفه أنه التعاقد الرسمي يكون فيما بعد ولكن على الأقل الاتفاق المبدئي حتى يتمكن الفنان من تجهيز عرضه والاتفاق مع الموسيقين هو في الأصل على مستوى هذه الأسماء أتصور أنه هيئة المهرجان هي اللي تواصلت معها ماهوش الفنانين هم اللي قدموا ملفات رونا نتكلم على فنانين كبار كما مثلا كاظم السهر اللي عنده غياب كبير يعني على مهرجان قرطاج الدولي كذلك الفنان ماجد الرومي من تونس الفنان زياد غرسة والفنان لطفي بوشناق اللي عنده حسب ما سمعت يعني وربما يعني اللي سمعت يدخل في باب سكوب قد يكون ولكن هي مجرد يعني تخمينات خلينا نقوله مش حتى تسريبات يعني يتداول أنه الفنان لطفي بوشناق سيحتفل بخمسين سنة من مسيرته الفنية سيحتفل بها في افتتاح مهرجان قرطاج الدولي نعرف رمزية حفل الافتتاح ورمزية حفل الاختتام والمسيرة الكبيرة متع الفنان لطفي بوشناق زادة طبعا طبعا معناها اليوم نوع من التكريم له لأنه يستحق رقح مهرجان قرطاج التكريم حسب رأي يكون في صهرة داخل في احد التواريخ يعني في مهرجان قرطاج الدولي ولكن الافتتاح عنده رمزية خاصة لأنه هو عنوان المهرجان هو طابع المهرجان وبالتالي لابد أن يكون عنده خصوصية هذا يكون خاص بمهرجان قرطاج الدولي حسب كذلك بعض التخمينات يتردد أنه نجلو الفنان عبد الحميد بوشناق هو الذي سيقوم بإخراج هذا العرض وبالتالي أتصور أنه لو ثبت ذلك يعني على مستوى الرسمي أتصور أنه لي الفنان لطفي بوشناق من الرسيد ما يسمح له بتأثيث صهرة في مستوى عراقة مهرجان قرطاج الدولي تم أسماء غابة فيسل اليوم من القاوة في مهرجان قرطاج مثلاً أصالة يقال أنه عنده تغيب عن مهرجان قرطاج يعني عشرة سنوات من الأسماء المطروحة نحكيه على ثامر حسني اللي يقولوا أن المفاوضات جارية معناها مع كاظم السهر وثامر حسني الأسماء الثلاثة هذي على الأقل اللي عنده جماهيرية كبيرة واللي ممكن على مستوى الشباك خلينا نقولوا أنه اليوم نحكيه على مستوى ثقل هذه الأسماء والعروض اللي بش تتقدموا على مستوى الشباك تذكر زادة لأنه يهم أي برمجة متاع مهرجان أنه تكون ثم مدخيل من كل السهارات اللي تقدمها وهذا الريان الكبير اللي يخدموا عليه هو بالإضافة إلى العرض الفني والقيمة الفنية لأي عرض يعني سواء كان موسيقي أو مسرحي أو سينمائي يبرمج في مهرجان قرطاج هناك المردودية المادية وهذا حق المهرجان بطبيعة الحال أنه يكون يعني ممول لنفسه يعني وهذاك انتلاقا من أولا شباك تذكر ثم يعني ما يسمى بالسبونسورينك وبالتالي حسب رأي أسماء كما هكا عندها جماهيرية كبيرة في تونس وفي العالم العربي أسماء يعني لهنا نجم نقوله كما أسم كما أصال نصري أو ثامر حسني قيمة مهرجان قرطاج الدولي هو الذي يسوق لهذه الأسماء يوذيف لهذه الأسماء وليس العكس يعني مهرجان رهو عريق جدا وأكبر من هذه الأسماء اللي سمعته خنعود نرجع لك للتخمينات من الأول والتسريبات يعني بين ذفرين هو أنه أصال نصري ستؤمن حفل الاختتام هو نقطة استفهام كبيرة على مستوى هذا الاختيار لأنه نعرف يعني هناك جدل فيما يخص يعني أصال نصري فنيا على الأقل بكل احترام يعني لجماهيرها ولفنها ولنفسها بطبيعة الحال ولي تاريخها هذا بديهي ولكن يعني قيمة مهرجان قرطاج الدولي أظن أحسن بكثير من أن تؤمن أصال نصري بكل احترام لها بطبيعة الحال يعني العرض الختامي هناك أيضا حديث عن الفنانة الكبيرة ماجد الرومي هل أنه السؤال يطرح نفسه أنه اليوم بدنيا وصحيا هل تستطيع الفنانة ماجد الرومي أن تؤمن حفل ضخم بقيمة مهرجان قرطاج الدولي هذا على الحساب قبل أن نقرأ الكتاب ورغم العلاقة الوطيدة للفنانة ماجد الرومي مع التظاهرات التونسية وعلاقتها بتونس يعني اليوم فما انتقادات زادة على مستوى برمجة ماجد الرومي في قرطاج رغم اللي كما قلت معناها عندها جماهيرية وانتح ذر زادة ماجد الرومي يتعبي بلغتنا العامية شنين اللي صار؟ عليش الممكن الانتقادات اللي توجهت لماجد الرومي واللي حضور ماجد الرومي في مهرجان قرطاج في الدورة 58 حاسم راي واللي سمعته في اخر ظهور للفنانة ماجد الرومي في مهرجان قرطاج وكان يعني لها حضور ايضا وقتها في ظهور لي في عيد الاستقلال يعني في منسامة 20 مارس حفل في يبدو لي قاعة رادس وإلا قاعة المنزة نسيت بضبط ما هناك يعني لغت إلى حد ما أو أنه نقاش داخلي حول القيمة المادية التي يتكلف ولا يكلفها عرض الفنانة ماجد الرومي ندرك جيدا قيمة معتها علاقة مدى تعلق الفنانة ماجد الرومي وهذا معتها يؤكده تاريخ بتونس وحبها للبلاد هذه هذا تعلن عنه دائما في كل يعني ظهورها الاعلامي اليوم يلزمنا أن يدارة مهرجان قرطاج انثبت عرض ماجد الرومي على الأقل أنه نتحدث على القيمة المادية للعروض الأجنبية هذه نعرفه أنه المالية العمومية لا تستحمل يعني عروض ضخمة وبتكاليف بعضة هذا نعرفه تحدثنا روه يعني بكاشي يكون ما تتحملوش ميزانية مبرمجة يعطيك صح يستجيب لإمكانيات المهرجان وبالتالي النجم نقوله محبة الفنانة ماجد الرومي لتونس تتجسد من خلال الكاشي اللي بيشتاخده واضح واضح نختم في خليني نقولك أنه الاجتماع اللي صار في وزارة الثقافة على مستوى ثم بيّن الزر عن وزارة الثقافة بالضبط ثم تأكيد على تطويع وهذا تحدثنا عليه قبل أنا وياك تطويع البرمجة لفائدة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في الاستقلال حقه في حياة كريمة ضد الجريمة الباشعة التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وبالتالي أظن أن هذه الأسماء قادرة أنها تأمن برمجة تأمن عروض في هذا الاتجاه الأصوات التونسية وحق الأصوات التونسية أنها تحضر في مهرجان كارتاج هات زياد غرسة ممكن من العروض للمبرمجة اليوم هل نمشيه بمبدأ أنه لازم نخليه عروض للأصوات التونسية وهذا حقه مقبل حتى من ناقشه ونتفاوضه مع الأصوات العربية والأجنبية في البرمجة حسب رأي وحسب ما نعرف معنتها كيفاش تم البرمجة في المهرجانات خاصة عن المستوى الدولي مهرجانات بحجم مثلا مهرجان كارتاج أو مهرجان الحمامات الدولي حسب رأي هناك يعني البرمجة العامة وتصور العام للبرمجة يفترض عروض أجنبية وعروض تونسية العروض الأجنبية يكون حسب تقديري يعني ما فيهاش اختلاف كبير لأنه أولا ترجع بالقيمة المادية ترجع بالقيمة الفنية أيضا للعرض لأنه ما يجيش أي فنان يجي يقدم عرض وكهوه معناتها يجب يكون ثم إضافة لي هو بطبيعة الحال لأنه المهرجان أكبر من أي فنان يسعد على ركحه هذا واحد اثنين في الجانب المحلي الجانب التونسي هناك ملفات تقدم هناك عروض يعني يتم البت فيها وأعتبر أنه القيمة الفنية لأي عرض وجدية هذا العرض هي التي تفرض يعني قبول الملف من عدمه وليس اسم الفنان في وقت ما كنا نتحدث دائما على أنه أي فنان يسعد على مهرجان قرطاج سواء كان محل معتها تونسي أو أجنبي لابد أن يكون له يعني إنتاج جديد لما لا ألبوم يكون تقديمه ويكون مخصص لمهرجان قرطاج يبما الأسوات هذه النقصة شوية خاصة في الدورات الفارتة نتذكرون ليح أن الفنان مثلا رغب علامة كانت عنده عامين على بعضهم يعني 2023 و2022 كان حاضر في مهرجان قرطاج وشفنا يعني حجم الحجم الجماهيري الكبير اللي عرفت العرض ومتاعه برمجت صهرات أخرى معناها بخلاف صهرات رائسية بالضبط كيف كيف الفنان محمد حماقي يعني يكيد يكون غائب هذيك حاليش أنا قلت اليوم مش بالضرورة نجمو نخدمو على العرض التجارية لكن نعرفو لي هي على مستوى شبك تذكر بش تكون عندها فيدة كبيرة خاطر شئنا بينها فيسر كما حكينا في السينما راهو بش تحكي ثم عروض تجارية اللي معناها للأمانة اليوم أي مؤسسة ثقافية هي بحاجة لميزانية ولمداخيل اللي لازمها تعمل هكا التوازن معناها بين العروض اللي تكون معناها مش تجارية وتكون عندها مواضيع معناها بش تتقدم على أساسها وبين العروض التجارية اللي من خلالها لأنه ثم جماهير لهذه العروض اللي يدخل له الفلوس في نهاية المطاف شوف ما لك حسب رأي اللي يحدد هذا الكل هو حق أي مهرجان الربح المادي هذا وإلا إذا كان هناك مشروع فني واضح المعالم يريد أن يكرسه هذا المهرجان في أي منطقة ما وبالتالي لا يمكن الحديث على ربح مادي هناك مشروع فني لكن ما يحدد العروض التجارية والعروض الفنية بين ذفرين لأنه حتى العرض الفني هو عرض تجاري بالضرورة هو السياسة العامة للبرمجة التوجهات العامة للبرمجة المحددة مسبقا من المكتب الهيئة المديرة للمهرجان إذا كان أنت تحب قدم فنانين بين ذفرين جماهيرين ملتزمين مثلا ولا تحكي عن العروض التجارية عندهم قاعدة جماهيرية كبيرة لا يحظوا بإجماع النخبة وما يسمى بالنخبة والنقاط لكذلك حقك ولكن تلتزم بما حدته مسبقا إذا كانت تحب عروض فنية نخبوية إلى حد المال إلا كذلك أيضا ولكن لا بد أن تتحمل مسؤولية ذلك حسب رأي حق المهرجانات أنها تقدم عروض بضبط عروض يعني تقدر أن تجيب لها مدخيل تغتي مصاريف العرض وكذلك حقها أيضا أنها تبرمج عروض فنية بين ذفرين تتكلف كثير حجم مادي عالي ولكن مرضوديتها المادية على مستوى شبك التذاكر وسبونسورين يكون أقل واضح باش نمشي والعرض يجمع اليوم كما قلت أربع كوميديين رياض النهدي محسن بولعراس لمين النهدي وعبد القادر دخيل شوي آخر يكون معنا رياض النهدي